تدرس الولايات المتحدة إدراج أفراد وكيانات من ميليشيا الحوثين ضمن لائحة الإرهاب تلك تصريحات المبعوث الأمريكي إلى اليمن وعلى ما يبدو فإنها تأتي في سياق ممارسات الضغط على الميليشيا المتعنتة أمام كل جهود السلام الأممية وقد يكون هذا التوجه هو الخلاصة السلبية لكل التحركات التي قام بها تيم ليندر كينغ خلال الفترة الماضية لكن الدعوة تحمل في طياتها أملاً في الوصول إلى تسوية سياسية خصوصاً وأن التدارس محصور بإدراج أفراد وكيانات في لائحة الإرهاب وليس وضع الكيان الميليشاوي كله على اللائحة السوداء هذه الدعوة لا تلغي قيام إدارة بايدن بإخراج الميليشيا من قائمة الجماعات الإرهابية بل تنسجب معها وتؤكدها واقعياً فإن الإرهاب أقل صفة يمكن وصفها للميليشيا لكن المجتمع الدولي يدرك أن التحرك في هذا الشأن قد يقطع الطريق أمام أي جهود لتسوية سياسية هذه التصريحات تزامنت مع تقرير أوردته مجلة فورين بوليسي يرى كاتبه أن على إدارة بايدن إعادة الميليشيا إلى لائحة الإرهابيين وتلك خطوة لا بد من إتباعها بعدة خطوات من بينها إعادة فرض حضر الأسلحة على اليمن في حال اكتملت سيطرة الحوثيين عليه وأصبحوا بمثابة حزب الله على الجانب الآخر تظهر السعودية مجردة من كل أدوات التأثير في الملف الذي أضفى عليه تدخلها كثيراً من التعقيد بل أصبحت تشاهد أحد عوامل فنائها يحتشد على حدودها بينما تتحرك هي على الضد من مصالحها أقلها في اليمن ترجمة نانسي قنقر